بمشاركة ألاف الجنود من النظاميين والاحتياطيين أعلن الجيش الإسرائيلي بدأ مناورة أركانية باسم السهم القاتل تحاكي حربا متعددة الجبهات مع التركيز على الجبهة الشمالية التي تضم لبنان وسوريا السهم القاتل هو اسم المناورة العسكرية الأكبر التي بدأت في ظل قيود كورونا وهي عمليا المناورة الوحيدة التي ينفذها الجيش الإسرائيلي هذه السنة على المستوى الأركاني وقد ركزت على نحو خاص على الحلبة الشمالية بضغم من أننا شاهدنا الطائرات تقريبا في كل أنحاء البلاد رفع الجاهزية تحسين الأهلية والقدرات الهجومية للجيش الإسرائيلي على المستويات كافة وتدريب القادة فضلا عن فحص الخطط العملانية والتغييرات التي أدخلت عليها في الفترة الأخيرة هي من الأهداف الرئيسية التي حددت للمناورة التي تستمر حتى يوم الخميس المقبل وفي ظل الحديث عن أن المهمة التي ستلقى على عاطق الجيش الإسرائيلي هي إنهاء سريع للحرب في الوقت الذي تتلقى فيه الجبهة الداخلية الإسرائيلية دربات على نحو كبير وأن الإنجاز المطلوب من الجيش الإسرائيلي هو هزم حزب الله الأمر الذي يعد برأي مراقبين إنجازا صعبا ومعقدا أعاد الإعلام الإسرائيلي أبراز كلام سابق لرئيس هيئة الأركان العامة أفيف كوخافي لا يخلو من الرسائل كان قد قاله في شهر آب أغسطس الماضي لا يمكن تحقيق إنجاز على أعدائنا من دون المناورة والإدخال المكثف للقوات أكبر وهم الاعتقاد بأن ذلك سيحدث بعد وقت طويل أنتم خططوا لذلك كأنه سيحدث غدا أقول لكم فقط إن الحرب دائما ما تندلع فجأة ولدي رسالة واحدة أساسية لأقولها لكم في كل هذا الموضوع استعدوا جيدا مراقبون قالوا إن الجيش الإسرائيلي أراد من هذه المناورة بث رسالة بأنه مستعد وتساءلوا إن كان ما جرى التدرب عليه في هذه المناورة سفيؤتي ثماره في لحظة الحقيقة ولسيما أن الجيش الإسرائيلي قلس تدريباته عموما وأوقف تدريبات الاحتياط تقريبا هذا العام ترجمة نانسي قنقر